اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الوزراء على المستويات المتقدمة والمتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات خاصة العسكري والدفاعي منها ونوها سموه بما يجمع البلدين الصديقين من شراكات استراتيجية فاعلة دعمتها مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية وقادتها نحو مزيد من التطور والنماء والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يعزز الأمن والازدهار ويدعم مسارات التنمية في المنطقة والعالم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق بحري جورج وايكوف قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس وذلك بمناسبة تعيينه حيث رحب سموه بالفريق بحري جورج وايكوف متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة وشيرا سموه إلى الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز السلم والأمن الدوليين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك